مشاهدين الاقتصاد السوري قبل الأزمة كان يتمتع بأنه اقتصاد متنوع كان يشكل بعض الجزئيات من الناتج المحلية الإجمالي كالخدمات 54% منه الصناعة حوالي 28% الزراعة 17% والكانت البطالة أيضا تشكل 8% وهو أقل من المتوسط العالمي لأرقام البطالة ولكن التضخم ابتلع الاقتصاد السوري معدلات التضخم ابتدأت من بعد الأزمة بالتزايد بشكل طردي يعني كان هناك طبعا هنا نقيص على أساس سنوي ولكن إذا ما قررنا عام 2016 بما قبل الأزمة بعام 2010 يعتبر التضخم يصل إلى 522% تضخمت الأسعار في سوريا على أساس سلاعي في جميع السلع الأغذية تزايدت بأكثر من 600% الملابس أكثر من 500% الصحة كذلك والنقل والتعليم المطاعم والفنادق ازدادت ب1318% وكذلك السكن 169% طبعا السكن تفاوت في بعض المناطق ازداد في بعض المناطق وتناقص بشكل كبير في بعض المناطق الأخرى لنطلع على تضخم الأسعار في سوريا على أساس جغرافي في دمشق أكثر من 470% حلب 550% الاذقية 470% كل من السويدة حمص والحسكة أيضا سجلت معدلات تضخم كبيرة مقارنتها بعام 2016 بما قبل الأزمة بعام 2010 لنطلع الآن على الأسباب الاقتصادية للتضخم والتي طبعا سجلت التدهور في عجلة الإنتاج المسألة الكبرى في ارتفاع معدلات التضخم طبعا هروب رؤوس الأموال إلى الدول المجاورة كان أحد أكثر الأسباب تأثيرا دمار الكثير من المصانع خسارة الأرواح البشرية بالإضافة إلى عامل الأمان المهم الذي أثر على الانتاجية الداخلية العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أثرت على المواد السلعية المستوردة مما زاد من ارتفاع أسعارها خفض الدعم الحكومي على بعض السلع كالوقود والخبص رفع من أسعار تلك السلع وارتفعت الكتلة النقدية بنسبة 20% بسبب الصحوبات الحكومية من المركزية السوري لمواكبة التمويل بالعجز وبالتالي ارتفعت بنسبة 20% تراجع قيمة الليرة السورية شكل أزمة كبيرة طبعا للاقتصاد السوري سعر صرف الليرة كان بازدياد منذ بدء الأزمة حتى العام الحالي 2016 وصل إلى ما يقارب 500 ليرة سورية أمام الدولار الأمريكي وهناك أيضا علاقة مضطردة مع معاشر أسعار المسهلكين الذي ارتفع إلى 622 نقطة هذه هي الأسباب الاقتصادية للتضخم الإعكاسات ارتفاع التضخم في سوريا ارتفعت مستويات الفقر 85% تآكلت مدخرات الأسر الأسر إجمالي للاستهلاك وصل إلى 113% من الناتج المحلي الإجمالي أي بالتالي هناك صرف من الادخار المحلي يصل إلى 13% تآكلت أيضا القدرة الإنتاجية والشرائية عفوا طبعا ارتفعت الأجور بنسبة 60% ولكنها لا تواكب ذلك التضخم الذي وصل إلى 522% في عام 2016 الأسر السورية قبل الأزمة كانت تحتاج الأسرة المكونة من خمسة أشخاص إلى 35 ألف ليرة سورية في المتوسط للصرف على هذه الأسرة الآن الحد الأدنى الذي يجب أن تتمتع به الأسرة السورية المكونة من خمسة أفراد 142 ألف ليرة سورية المعدل العالمي أو الحد العالمي للفقر أن يتمتع الفرد الواحد بدولار وتسعين سنت لليوم الواحد كصرف وهذا هو الحد الأدنى للأسرة السورية المكونة من خمسة أفراد يجب أن تنفقها الأسرة السورية طبعا في الأوقات الحالية إذن يبدو بأنه الضحية الأولى في سوريا جراء تلك الأرقام هي الأسرة السورية ترجمة نانسي قنقر